السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عامليني ان شاء الله تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نرجع كل المحادثات اللي ممسوحة من عندك من على الواتساب بدون ما تحمل اي برنامج بطريقة سهلة جدا وبسيطة كل اللي محتاجه منك بس انك تركز معي في الفيديو ده عشان خاطر تعرف تعمل اللي انا هعمله دلوقتي عشان خاطر تقدر ترجع كل الرسيل وكل المحادثات اللي ممسوحة من عندك من على الواتساب بس ياريت اتمنى منك قبل ما نبدأ الشرح ياريت توقف الفيديو وتنزل تعمل لايك للفيديو دلوقتي وتشترك في القناة كدعم منك لين عشان خاطر نستمر في تنزيل كل ما هو جديد يلا بينا بقى ندخل على تطبيق الواتساب انا دلوقتي انا بستعمل واتساب للاعمال اي واتساب بينفع تعمل على الطرقة دي مفيش فيها اي مشكل ادي الواتساب بتاعي تمام زي ما حضراتكم شايفين هي دي الرسائل اللي موجودة فدلوقتي هنرجع كل الرسائل اللي ممسوحة هنرجع تاني خطوة الورا كده وبعدين هندخل على مدير الملفات اللي موجود في الموبايل بتاعنا اهو ملفاتي في كل موبايل اسمه بيكون متغير هندخل على الملفات وبعدين هنختار اندرويد وبعدين من اندرويد هنختار ميديا ومن ميديا هنا هيجيب النسخة الواتساب عندي النسخة لاستخدامها اللي هي دي اللي هي com.vatsab.w4b دي النسخة لها نسخة واتساب للاندي النسخة العادية com.whatsاب تمام فهنحنه نختار النسخة دي اللي انا اشغال عليها علي حسب النسخة اللي انت اشغال علي بتختارها لو انت عندك نسخة واحدة بس هتلاقي دي إق Vide فانا هاختار الى تحت دي عشان هي دي اللي انا اشغال عليها وهي دي اللي أنا عاوز أستعيد كل المحادثات اللي ممسوحة فيها فهندخل عليها بالشكل ده وبعدين هندخل على واتساب بيزنس وبعدين هنختار من هنا داتا بيسز اللي هي في النص دي هندوس عليها بالشكل ده وبعدين هنيجي هنا على على اول اختيار او تاني اختيار اي حاجة من الاتنين دول مش هتفرق يلا اول يلا التاني هنيجي على اول واحد هنفضل دايسين دوس اطويل علي كده وبعدين هندوس على المزيد وبعدين هنختار اعادة التسمية ومن هنا هنمسح التاريخ اللي هو موجود في اسم الملف ده هنحدده ازاي هندوس كده على الفين تلاتة وعشرين وهنسحب يمين شوية كده لحد واحد عشرة وبعد كده هنقص الحتة دي هندوس على قص وبعدين هندوس على موافق بس كده بعدين هنرجع للضبط هندخل على الضبط بتاع الموبايل بتاعنا وبعدين هندخل على التطبيقات هندوس على ادارة التطبيقات عشان نوصل لنسخة الواتساب هنبحث عنها فوق هنا عشان نجيبها على طول اهو واتساب للاعمال هنختار من هنا استخدام سعة التخزين هندوس عليها بالشكل ده هنا هنختار اول واحدة اللي هي مسح البيانات هندوس عليها هي مش هتمسح اي حاجة دي زاكرة مؤقتة ما فيش فيها اي مشكلة مش هتمسح لك اي حاجة هتعمل بس تهيئة بس للواتساب وهتدخل الرقم بتاعك من اول وجديد وهتلاقي كل المحادثات مع بعض مش هنسبة للاحداث ويلا بنا هنعملها خطوة بخطوة هندوس على اول واحدة اللي هي مسح البيانات تمام هنرجع فيها تاني ونروح لتطبيق الواتساب هندوس على الموافقة والمتابعة فهكتب هنا الرقم وهارجع لكم تاني هندوس تاني على متابعة هيجلنا رسالة دلوقتي اللي هي رسالة التأكيد ودلوقتي جتلنا رسالة وهنا هندوس على متابعة هنقول له سماح سماح كمان مرة وهنا هنقول له اعطاء الازل وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين كل المحادثات رجع التاني بكل الرسال اللي موجودة فيها وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة واشوفوا الشيكوم على خير ان شاء الله بفيديو جديد مع السلام